عدنا بكم مشاهدينا الكرام لباقي حصة بالمكشوف نواصل حصتنا معاد كان يريد أن يتدخل في هذا الموضوع حتى أن نمر للتحكيم وما يحدث في المدة الأخيرة فقط لما قال سامير على جزيري بيلل في بنعاكنون ومنح الفرصة للشبان أنا أقول شبان تعني جم بنعاكنون وكذلك ملاحظة عن أكزامل شتو في شبيبة القبائل في الميركاتو الشتوي الحالي استقدام لعب لعب شاب باش يلعب أونسينيور وفي الفارق الرضيف أنا كذلك توضح لتعطيك صورة وما لعبش وما وش يلعب ولماذا سؤال يطرحوه اليوم علامة استفهام تطرح من أنصار شبيبة القبائل ولكن كمثال حي كذلك على طريق تسير وعلى طريقة الاعتماد على اللعبين الشبان أي نعم شبيبة القبائل فيها لعبين شبان اللي يقدروا يلعبوا أونسينيور مستحيل ما عندكش لعب حتى تستنجدوا جيب لعب من خارج الجزائر باش تمضيلوا فليكي بريزيرف باش يلعب فعونسينيور نعم تم برمجة بعض اللقاءات يوم الجمعة والسبت هذه أول ويكانت عشر رمضان المعظم على الساعة التاسعة وعالساعة العاشرة كنا نددنا بهذا العام الماضي كان فيه بيان شديد اللهجة اليوم صدر من اتحاد الجزائري كورت القدم أعطينا البيان يمنع اللعب صباحاً للفئات الشبانية في شهر رمضان المعظم عادل إن أمكن أعطينا بيان الذي أمضاه الأمين العام للاتحاد الجزائري كورت القدم سيد ندير بوزنات إذن هذا هو البيان الذي صدر اليوم من الاتحاد الجزائري كورت القدم الجزائري في 14 مارس إلى السادة السيد والسادة رؤساء ربيطة كورت القدم خليها تمشي برمجة المباريات في الفترة الصباحية لشهر رمضان تبعاً للشكاوي الوليداً بعض الفرق بخصوص برمجة المباريات في فترة الصباحية وبغرض الحفاظ على صحة لاعبين نعلم يكون بين الاتحاد جزيك والقدم يمنع برمجة المباريات أثناء الفترة الصباحية لشهر رمضان الإمضاء من ندير بوزناد الأمين العام لألفاف شيء جميل علي بن شيخ أن لا يلعب شبا تقريبا كلهم صايمين في من ذلك درجة حرارة عالية حتى ونحن نرى في شهر مارس على كل حال ولكن تصور بعض المباريات برمجة في الصورة ببشار على الساعة التاسعة صباحا يجب أن يأتي الزوار الفريق المنافس يجب أن يأتي مثل الإنسان أو الوهران أو لا ويجب أن يلعب على التسعة تاسباحا ويجب أن يلعب على العشرة ويجب أن يلعب على الأحداش هذا المفهوم لأنه لم يكن لديك فيديرالية ولم يكن لديك فيديرالية كيف كالكوزين تجربين على بيارة الكاريتة اليوم لديك فيديرالية بلوزو موالي ريسبكس جذور الشوز ولوكين مالو والو غلطة في اللي كنا نتكلمون من دي بيقع ما في هاد الحواج حاجة مليحة لأن شافوا قبل صحة العابين نعم المورال دي جن سيتم بون شوز يعطيهم الصحة في هدي سامير هنا عندك إضافة؟ معنا حتى إضافة فيما يخص يجن؟ أنا والمنطق أنا والمنطق وإن شاء الله كي تكون سخانة ما يلعبوه مش تاني في القيلة صحيح مشيع الوحدة مشيع الوحدة ونغلق هذا الملف والمر مباشرة للتحكيم موضوعنا الأخير في النقاش بعدها يبقى لنا إلى رمضانيات وصورة اليوم لأن الوقت دهمنا التصريحات لقناة الهدف فقط تصريحات طوال نقدر أن تركوها الأسبوع القادم لأنها تصريحات متموت لأنها تبقى صالحة لكل مكان وزمان نروح للتحكيم التحكيم في قفص الاتهام موعد نمرودي هل تغيير منظومة التحكيم وإبعاد الحكام الشباب سيقلل من الأخطاء التحكيمية مع نهاية الموسم لو نعطوا نظرة على البروغرامسيون أو الديزينياسيون برمجة اللقاءات والتعيين الحكام يعطينا القسم الأول هو تسوية الرزنامة نرى بأنه فيه تغيير في الأسماء غربة لليوم حكم اللقاء المولودية بوترعى عوينة السعيد العائد بوجمعة جمح اللي هو حكم كان إبرير بن يحيا وبن برهم يعني كلهم عندهم شارع دولية تقريباً يعني الحكام الشبان كأنهم بعد الأخطاء التحكيمية الأخيرة دفعوا التمنع يعطينا تسوية الرزنامة من فضلك عادل تسوية الرزنامة باش نواصله دائماً تسوية الرزنامة يوم التولاتاء أيضاً لقاء المولودية أمام بن عكنون بن براهم لقاء مقرأ أمام سيار بي أمام بالوزداد بن يحيا ولقاء اتحاد العاصمة أمام وفاق ستيف بو خالفة هادو بولاميزا جور هل تعتقد أنه الإشكال أو أنه الفريق أو التحكيم في قفص الاتهام وتشديد اللهجة على عبي تشارف من طرف وريد صادي جعله ربما يغير من ورقة الطريق بإبعاد بعض الشبان وترك ثلاثة أو ربعة فقط هل هذا سيصلح المنظومة؟ لا أعتقد أنه المشكلة يكمن في صادي أو في عبي تشارف على رأس لجنة التحكيم أو في هؤلاء الحكام الشبان لأنه من خلال لو نطلع على الأسماء والأسماء التي ارتكبت الأخطاء في الفترة الأخيرة والتي كثرت عليهم الحديث لا نجد أنه الغالبية منهم لعبين شبان كما أنه الاتحادية الحالية في سياستها اللي مضاد فيها مع بدايتها أنها خلال منح الفرصة للحكام الشبان التشبيب وعليها كذلك الاتحادية أن تحمي الحكام أن ترافق الحكام نعم تكون صارمة مع الأخطاء التحكيمية خاصة الأخطاء التحكيمية الواضحة لكن بعض الأخطاء التحكيمية التي شفناها ممكن أنها تحدث ولكن كما قلت أن الاتحادية ورئيس الاتحاد من خلال المعلومات اللي عندي اللي كان في الاجتماع أنه على الاتحادية حماية الحكام مرافقة الحكام وأن تكون صارمة مع الحكام ولا نرمي ولا ترمي بسهام الانتقاد فقط للحكام الشبان لأنها هي سياستها مع قدومها أنها تمنح الفرصة لحكام الشبان أردوان واضح علي بن شيخ هل تعتقد بأنه إصلاح المنظومة التحكيمية إن صح التعبير يمر عبر وضع الثقة في هؤلاء الشبان رغم الأخطاء المتكررة ولكن شفنا في المدة الأخيرة شفنا مثلا لقاء الأخير موديت الجزائر أمام الزاوية شفنا اللقاطات وإذا قد تعود لنا اللقاطات عادة من فضلك الهدف الذي سجل أو ضربة الجزاء التي تم إعلانها أعطينا الضربة مباشرة لماذا منذ قليل دكرت القتلك أعطينا اللقطة فقط وليس من بداية اللقطة يا عادل ركز معنا من فضلك ضربة الجزاء التي تم إعلانها عن ضربة الجزاء أو الحكم أعلن عن ضربة الجزاء غير صحيحة تماما في دل تواجد خطم حكم التماس وفي دل أيضا تواجد الحكم الرئيسي الذي على العموم ربما لم يرتكب أخطاء كثيرة ولكن كان أخطاء مؤثرة تصور لو انتهت المباراة بواحد صفر بعد هذه الضربة كيف سيكون الأمر وربما تحتسبب أيضا في أعمال شغب ولو أن الأعمال شغب غير مقبولة تماما علي قطر دمان لما تكلم حبيت نضيف نقطة قبل ما تروا عليه أنه فيه معلومة أنه وليد صادي طلب أنه ينضموا أسماء من الأسماء اللي كانت قديمة ولي كانت في الاتحاديات السابقة حتى تنضم إلى لجنة التحكيم ربما لماذا ما هو دورها لماذا يستنجل لماذا يريد صادي انضمام هذه الأسماء فيه اسمين طلب أنهم ينضموا من القول من الحرس القديم اللي كانوا في الاتحاديات السابقة ويستغلوا في لجنة التحكيم ولكن ليه ما يقرروا مش هم يقرروا ولكن طلب أنهم يكونوا حاضرين في الإفتعينات يكونوا حاضرين في بشاري وزكريني تنائي بشاري وزكريني هل هي هذه السياسة هل هذا هو الحل من وليد صادي لماذا هذا القرار من وليد صادي يعودتهم إلى ماذا يكونوا في السياسة يكونوا في يكونوا في الكوميسيون طلب أنهم يكونوا في الكوميسيون وليد صادي طلب أنه يكون بشاري وزكريني في هل هذا خبر رسل هل هذا خبر نعم طلب أعطاء لا بشي رأي نكمل